شلون تطي وكالة للمدرسة لحجز النظري او العملي اول شي روح على صفحة جوجل وكتب هاي الكتابة مين سي بي ار فهنا عندك ثالث خيار هو رايس خو ماختخن نضغط عليه واول سطر يجيك رابط السي بي ار فنضغط على اول سطر وهنا جاي تفتح صفحة السي بي ار بعدين تختار هاذ الخيار انلخن مين سي بي ار مدي خيدي وكما تشوفون مرات يكون ازدحام عند السي بي ار فمرات تنتظرون دقائق بس الافضل اختاروا وقت ما بيزدحام يكون الصبح حوالي الساعة ثمانية او حوالي الساعة عشرة المساء فبخلال ثواني او دقائق تفتح الصفحة حسب زحمة السي بي ار بعدين اذا فتحت عندك الصفحة راح يطلب منك رقم الدي خيدي فتضغط على انلخن اسم اسوف اب بعدين تختار الخيار اللي ناسبك فهنا انا ضغطت على اسم اس كونترول اضيف الاسم والرقم السري بعدين راح تجيك كود من الدي خدي فاضيف الكود اللي جدتك على التلفون وبهالطريقة راح تفوت على صفحة السي بي ار وبهالطريقة تقدر تتحكم بمعلوماتك اللي موجودة بالسي بي ار وهنا تختار الخيار الثاني وهو اوبلايدر مختخن نضغط عليه فيطلب منك تريد توكل المدرسة للنظري او العملي فهنا راح نختار مثلا النظري هو الخيار الاول وتريد لسيارة فتضغط على السيارة وهنا يطلب منك الايميل الايميل بتاعك مو بتاع المدرسة الايميل بتاعك وتحت تختار تيوري اكسامن برسونا اوتوس فبهالطريقة اضيف الايميل وتأكد من الايميل لان على هذا الايميل راح تجيك الرسالة او البريد وهنا يطلب منك ابحث عن رقم المدرسة فاضيف رقم مدرستك وهذا طلبه من المدرسة نفسها فمثال هنا جاي اضيف رقم مدرستي وتحت موجود اكخا اكورد اكخا اكورد وتروح على الازرق خافردر فبهالطريقة راح يطيك معلومات المدرسة وكما تشوفون هنا اسم المدرسة والمنطقة اللي موجود بها المدرسة رقم التلفون تقدر تضيفه مو اجباري وتضغط على مختخن بهالطريقة صارت الوكالة للمدرسة وبهالطريقة المدرسة تقدر تحجز لك عدنان الطاهر اشتركوا في القناة